مرحبا بكم متابعي القناة في عالم الفلاحة وزراعة يوم جديد ونهار جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة مرحبا بكم لازلتم مع غرس الأشجار اليوم موضوع جد مهم حول الطربة أو الأرضية المناسبة لزراعة الأشجار لكي تنمو بنجاح وتصمر وتكون ناجحة 100% طبعا كما تعلمون للطربة أنواع عديدة ويمكن تغيير جينات الطربة ونمعيتها وذلك بإضافة بعض المواد أو تبديلها وغير ذلك صديق الفلاح أنا فلاح بسيط لا أعلم بأنني تواصل مع الفلاحين البوسطة مثلي لذلك لا أريد أن يعاقد الأمور بمصطلحات علمية فأنا أشرح كل شيء بطريقة مباشرة وسهلة من الفلاح إلى الفلاح مباشرة لاحظوا أصدقائي التربة الطينية هنا سأقوم بغرس أشجار مثمرة من نوع تفاح لكن صادفت أن وجدت هذا النوع من التربة البيضاء أو ما يسمى التربة الطينية لاحظوا كيف هي أصدقائي كما ترون أصدقائي هذه التربة الكلسية هي فقيرة جدا للمواد العضوية التي تغذي الشجرة وتساهم في نجاحها لذلك نقوم بعدة خطوات لكي نحسن من صفاتها وذلك من خلال التدخل يدوي وهناك عدة طرق ستتعرفون عليها في هذا الفيديو إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة اشتركي القناة واضغط زر الإعجاب واترك لنا تعليق يحفزنا ويشجعنا أو اترك لنا تعليقا فيه استفسار أصدقائي في الاحين عند حفرك للحفر وقبل الزراعة إذا وجدت الطربة هكذا توقف خاصة إذا كنت سوف تزرع أو تغرس أشجار التفاح أو اللوز أو المشمش وغير ذلك هذه الطربة ربما ستصلح لأشجار الزيتون وبعض الأشجار من ذلك الصنف لكن الأشجار المثمرة مثل التفاح وغير ذلك خاصة يعني التفاحيات واللوزيات هي تحب الطربة الحمراء أو الطربة السوداء الدكنة لكن هنا عندي في مستثمرتي لا يمكنني زرع أشجار الزيتون لأن الجو غير مناسب لها لذلك سأعمل على تحسين هذه الطربة كيف ذلك؟ الطريقة سهلة جدا خطوة ثانية أو مرحلة ثانية المرحلة الأولى أقوم بتفريغ هذه الطربة الكلسية والطينية من الحوض وأقوم باستبدالها بتربة جيدة تربة حمراء جيدة خفيفة ورطبة وجيدة الصرف وأقوم بوضعها هنا وأقوم بغير الشجارة الآن أما مستقبلاً وفي السنوات القادمة ودورياً كل سنة سأقوم بإضافة المواد العضوية أكرمكم الله مخلفة الحيوانات فهي أحسن محسن للطربة يعني الطربة الكلسية والطربة الطينية عندما نوضيف لها المواد العضوية باستمرار ونقوم بحرطها باستثمرار مع مرور الوقت سوف تصبح طربة خصبة ممتزة جيدة الصرف جيدة التهوية صالحة للزراعة مميزاتها جد رائعة وممتازة وهذا ما أنصحكم به أصدقائي وأنا أتكلم عن تجربة لأن هذه الأشجار هنا لاحظوا هذه الأشجار أصدقائي كانت طربتها صفراء أو بيضاء جداً وكلسية ها هي مخلفات الكلس إذا كنتم ترون ها هي هنا أصدقائي لكن قمت بوضع السماد العضوي ومخلفات الحيوانات كل عام وأقوم بحرطها بكل عام لاحظوا كيف أصبحت طربتها حمراء وجيدة وممتازة جداً لزراعة الأشجار والأشجار ناجحة فيها بشكل ممتاز هذه أبرز النصائح هناك معلومات أخرى ونظراً لأجواء رمضان والكثير من العمل سأقوم بعمل فيديو آخر في الوقت المناسب شكراً لكل من وصل إلى هذه الدقيقة من الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمونا بضغط زر الإعجاب وتعليق ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء